مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو طيب اجدعان في خلال الفيديو اللي نرد ان شاء الله هنتكلم عن موضوع التأجيل بتاع فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فرس وبلاش كلام كتير ولا نبدأ الفيديو في البداية كده بالنسبة للناس اللي هتخضت من الموضوع ده فالموضوع بسيط جدا فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فرس المفروض ان هو كان هينزل في مصر يوم 1 يونيو لكن الفيلم تأجل دلوقتي بشكل رسمي على حسب الموقع بتاع السينما دوت كوم والموقع بتاع فوكس لحد يوم 21 يونيو جوا مصر انت بقى لو في السعودية او اي بلد تانية ممكن الفيلم بالنسبة لك يتعرض في نفس الوقت او ممكن يتعرض في نفس اليوم اللي احنا يتعرض بالنسبة لنا هنا في مصر اخش على الموقع بتاع السينما عندك على حسب الدولة بتاعتك وبقى شوف المعاد بتاع عرض الفيلم وده بالنسبة للمعادل اللي هو يتعرض فيه الفيلم تعالي بقى نفهم هو ليه الفيلم ده اساسا هو تأجل الفيلم يجدعان تأجل بشكل رسمي عشان الموضوع بتاع الدبلجة عشان يوم 21 يونيو لما انت ديك عشان تخش الفيلم هيكون قدامك كذا اختيار ياما تتفرج على الفيلم ده مترجم زي الافلام التانية العادية ياما تتفرج على الفيلم ده بالانجليزي عادي زي اللغة اللي هو نازل بيها ياما تتفرج عليه مدبلج وده غالبا ممكن يحصل في القاعات اللي هيكون موجود فيها اطفال فلو من الناحية الاول عشان الناس اللي ما بتحبش الترجمة ومن الناحية التانية عشان يقدرنو من يجيبوا فلوس في نفس اليوم سوى من الناس الكبيرة او من الناس الصغيرة او من الاطفال اللي هما اندخلين عشان يتفرجوا على الفيلم الموضوع موضوع بيزنس في الاول وفي الاخر وفيه شوية اسباب تانية برضو نقرت عليها ان هي ممكن تكون بتخص الاعلام بتاعت الشوازي اللي كانت موجودة جوه الاعلانات واللي منهم العالم اللي كان موجود في الاوضة بتاعة جونيستيسي والعالم اللي كان موجود برضو في الباب بتاع مايلزي موريلاس اللي موجود في الاوضة بتاعته بس انا بالنسبة للموضوع بتاع الاعلام ده ممكن هو يحصل وممكن ما يحصلش لاني زي ما قلت قبل كده لو الاعلام دي اتشلت من جوه الافلام فالافلام دي مش هتترشح للاسكر ان الاسكر اللي جاية دي هتكون بتخص رسميا كل الافلام بتاعت الشواز. لو في اي فيلم مش بتعم الشواز الفيلم ده مش هترشح للاوسكار ومش هيكسب اوسكار طول عمره. بس كده يكون فيديو نور ده خلص لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناة لو انت لسا مشتركتش وتأكد ان انت انفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول بول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجودة تحت في الديسكريبشن وزهرة قدامك دلات على الشاشة ممكن انت تباني عليها ولو عندك اي رأيك تبولي تحت في التعليقات كده كده برد على الكل واشوفكو المرة الجاية وبيس